لكل من يريد إنشاء مشروع تجاري جديد لدي أخبار سيئة لأقولها لك الأحصائيات العالمية تقول من بين 10 مشاريع تجارية تنشع فقط واحد سينجح هذه حقيقة مرة نعيشها خلال السنين الأخيرة وفي هذا الفيديو سأطلعك على 6 عوامل لتكون أنت من فئة المشاريع الناجحة والتغلب على المنافسين بسهولة عامل النجاح الأول هي مراقبات المشروع غالبية المصالح التجارية لا تعرف من أين تأتي زبائنها لذلك نلاحظ المصالح التجارية تعيش في خوف من عدة عوامل مثل الخوف من التفكير أن هذا المشتري الذي أتى الآن هو المشتري الأخير الخوف من تدفك نقدي سيء للمصلحة التجارية الخاصة بنا أو الخوف أن بعد شهر أو شهرين لن يكون راتب كافي لنا يجب على المصالح التجارية التغلب على الشعور في العجز وعدم السيطرة والحل هو مراقبة كل شيء يحصل في مشروعكم من أين تأتي غالبية المشتريين؟ من أين تأتي أفضل المشتريين؟ ما هي الطريقة الأكثر فعالة لجذبهم لمشروعي أو لمصلحة التجارية؟ إذا اكتشفت أن غالبية أفضل المشتريين لمشروعك تأتي من منصة إعلان معينة ركز على هذه المنصة ولا تتوسع لمنصات أخرى لذلك دائما راقبوا وتفاحصوا من أين تأتي غالبية المشتريين وركزوا عملكم هناك لتحسين ظهوركم وزيادة عدد المشتريين لمصلحتكم التجارية العمل الثاني هو الإعلان المباشر غالبية المصالح التجارية تعلن مشاريعها ولكن دون جدوى ودون أي نتيجة لأنها رأت إعلان لمنافس معين ستنسخ منه الفكرة وهي تظل أن إعلانه ناجح وهذا خطأ على المصالح التجارية اليوم العمل على إعلان مباشر الإعلان المباشر مبني من نتائج مباشرة وقابلة لدراستها يمكن الرؤية نتائج الإعلان أيضا خلال فترة قصيرة ومعرفة إذا الإعلان ناجح أو لا على العكس الإعلان العادي الذي يتطلب الكثير من الوقت لمعرفة نتائجها لذلك لا تهدروا أموالكم على إعلانات لا يمكنكم مراقبة أدائها ركزوا على إعلانات مباشرة منصات مثالية لإعلانات مباشرة هي فيسبوك أو جوجل أو إنستجرام عمل النجاح الثالث هو تطوير سمعة مشروعكم لقد ذكرت في أول الفيديو الجملة أن أصحاب المصالح التجارية لا تعرف لماذا المشتريين تأتي إليهم وهذا صحيح لذلك عليك التوقف للحظة ومعرفة لماذا المشتريين تأتي إليك هل لأن خدماتك رخصة الثمن؟ هل لأنك الأفضل بالمجال؟ أو هل لأنك قريب لبيتهم؟ عند معرفة السبب تبدأ في العمل على تعزيز هذه السمعة أو الصفة التي نسبت لمشروعك وتوسيعها قدر الإمكان عمل النجاح الرابع هو تحويل المشتري الجديد لمشتري ثابت أو مشتري متكرر في عالم التصويق والمبيعات معروف أن تكلفة جلب المشتري الجديد لمشروعي عالية جدا نسبيا لشخص اشترى مني بالصابق لذلك عليك العمل على تحويل أي مشتري جديد يأتي لمصلحتك التجارية تحويله لمشتري ثابت أمثل لفعل ذلك اشتراك شهر ثابت لخدمة معينة بيء خدمات أو منتجات مكملة أخرى اعلموا أن المشتري الثابت هو المشتري الأكثر ربحي لك لأنه لا يكلفك الكثير لتصويق منتجاتك له اقتمال كبير أنه سيجلب آخرين لمشروعك عمل النجاح الخامس هو معرفة متطلبات المشتري خلال عملك مستشار للمصالح التجارية لاحظت على الكثير من المصالح التجارية تركز على أشياء لا تعطيها أي منفعة تجارية وبالعكس تجعلها تخسر المال والطاقة وأسهلهم لماذا تفعل ذلك ويجيبوا أخاف أن يتركني المشتريين إذا لم أفعل ذلك وعندما أطلبوا تفسير لا يعرفون التفسير ولا يعرفون كيف سيفسروا لهذه الظاهرة لأنهم لا يعرفوا حقا متطلبات المشتري لديهم وعندما لا تعرف ما هي متطلبات المشتري ستبقى في حالة خوف أن يتركك هذا المشتري من خلال أسئلة متكررة للمشتري وأخذ معلومات منه سنعرف ما هي متطلبات المشتريين لذلك مهم جدا معرفات متطلباتهم العامل الخامس والأخير هو خلق بيئة صداقة كم عدد المرات نصحك صديقك أو قريب لك على متجر معين هذا لأنه صاحب المتجر تعامل مع صديقك أو قريبك بطريقة أشعرته براحة وصداقة لذلك دائما تأكدوا من معالجة احتياجات المشتريين لديكم تأكدوا أن يبتسموا طرق أخرى تساعد لخلق بيئة إيجابية لدى المشتريين هي التحدث معهم على نفس المستوى إعطائهم هدية بسيطة مفاجأة دون أن يعلموا المبادرة في الحديث عن أخبار يومية تحصل فهذه عوامل مهم جدا أن ننتبه إليها في النهاية نجاح مصروعك يتمحور حول الزبائن وطريقة تسويقك ركز على المنصة المناسبة لتسويق مصروعك وركز أكثر على مشتريك والزبائن التي لديك وأيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية إذا لم تشتركوا بالقناة بعد وضغط لايك على الفيديو سأراكم في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر